وللمزيد من التحليل والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة أهلا وسهلا بك دكتور يعني من أهم وأبرز التحديات التي تواجه العالم النمو السكاني نضرة المياه تغير المناخ كيف جاء هذا المنتدى للحد من هذه المشكلات أو المساهمة في وضع حلول مثل هذه التحديات أولا أهلا بك أستاذ الشروق طبعا المؤتمر ده جهل مصر النهاردة كان آخر مرة في فريقيا من عشرين سنة فده لي أهتمية كبيرة جدا لاختار مصر خاصة أن القاهرة دي يعني عاصمة يعني يبلغ عمرها أكثر من ألف عام وبالتالي هو عبارة عن يعني تمييز لمصر لعاصمة مصر فده شيء كويس جدا لكن احنا عايزين نقول أن أهم حاجة في المؤتمر أو أمية المنتدى ده بالضبط أنه هو بيمثل منصة عالمية يعني فيه النهاردة أكثر من مئة وتلاتين دولة أكثر من ستوري من تلاتين ألف شخص من مئة وتمالين دولة فده طبعا على كبير جدا وتخدير لدور مصر في هذا الموضوع فاحنا عارفين أن المنتدى ده مهم جدا ونعتبره منصة مثالية حوارية أو إجراء حوار مصر بين جميع الأطراف الفعالة يعني حاول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية وده يستوجد مشاركة فعالة من كل الأطراف البعنية من مجتمعات المحلية، منظمات دولية، قطاع خاص، مجتمع مدني، جماعات أهلية، مراكز بحثية وجماعات كل ده لازم يجتمعوا مع بعضهم ويشاركوا مشاركة فعالة لعقد الشركات وصياغ السياسات والسراتيجيات بتعكس تحتاجات وفطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل نعم، الدكتور علاء كيف يمكن للمنتدى أن يعزز تعاون بالمصر والدول الأخرى في مجال التحضر والتنمية العمرانية؟ إحنا عايزين نتكلم عن المؤتمر أو المنتدى بهدفين يعني هو جيه بهدفين أساسين لهو التحضر الأخدر والمدن العمراني على فكرة لازم طبعا إحنا نعرفين أنهار ده عندنا تغارات مناخية وتغارات مناخية مؤسرة وخطيرة فالنهاردة حتى السيد الرئيس تتكلم على المبادرتين أو قال استراتيجيتين يعني عايز تحضرها اللي هو التحضر الأخدر نفس الوقت إيه التحضر العمراني مصر صبعا يعني صارت في موضوع التجامعات العمرانية شكل كبير جدا النهاردة أعظمة إدارية جديدة وعندي النهاردة العالمين الجديدة وعندي أكتر من 22 مدينة مصر يستعمل فيهم لتحضر أو لانتاج أو لعمل تجامعات حضرية وعمرانية النهاردة العالم كله بشيط فيها ويكون ممكن فعنا كلمة اللي وفد اليمن اللي كنت بتكلم بشيط هذا الموضوع الحاجة الثانية التحضر الأخدر ده مهم جدا نحن عندنا النهاردة زيادة جديدة وعندنا برضو احنا متوقعين في السنوات العشر أو العشرين تخبرها هيحصت هجرة مش من مصر بس بالدول الكتير في العالم لأن النهاردة بتفاعمل صفحة البحث ده تيجي تغارات المناخية برضو هيأثر بشكل كتير معنا كده نحن لازم نعمل مدن حضرية زكية تستوعب هذه التغمعات البشرية وتخليهم يعيشوا حياة آمنة وأيضا تكون صديقة للبيئة يعني من دي من أهم المحاور طبعا صديقة للبيئة طبعا حاجتك ممنوني تتكلم يعني لو قلنا النهاردة التقامات العمرانية الجديدة زي في العاصمة الإيزارية الجديدة أول عالمين على أعلى مستوى التراز المعماري اللي هو بحفظ على البيئة وفي ناس سنوات يواجه التغارات المناخية من فدر الحرارة يعني النهاردة بديها أساليب أساليب هندسية بحيث النهاردة تواجه حتى تأسيض ارتفاع الحرارة لفي تغارات المناخية دي طبعا مستوى بنا في شكل كبير جدا وفي المدن الزكية اللي أنا مستوى الزكية اللي حالين بتعامل سيئة اللي بيراعى فيها كل هذا الكلام بأعلى مواسيط الدقة والأمانة نعم يعني كيف سيعكس إذن المنتدى يعني أو كيف تساهم مخرجات المنتدى في دعم خطط التنمية المستدامة لمصر على المستوين سواء الإقليمي أو الدولي طبعا طبعا مستعب بشكل كبير جدا للمنتدى لأن احنا من النهاردة في الاجتماعات والنهاردة فيه اجتماعات وشراكات بين دول متقدمة في هذا الموضوع وبالتالي نقدر بنضع استراتيجات سليمة جدا دولة خطط محلية أو دولية أو تعاون دولي صحيح هذا طبعا احنا متوقعين نتائج مبهرة من هذا المنتدى طيب لو تحدثنا أيضا عن يعني أهم الإنجازات التي سوف يعكسها المنتدى بالنسبة لمصر في مجالات التحول للأخضر وتنمية الشاملة والبنية التحتية على المستوى العالمي النهاردة في المنتدى فيه خبراء عالميين بشكل كبير جدا والنهاردة بنتكلم برضو على التحول الأخضر عندنا في منطقة السخنة مصر النهاردة تتحول الأخضر بإنتاج الأزرسين الأخضر والأمونية الخضرة لمواجهة لتأثير البعثات الحرارية أو الغازات الدفئة النهاردة السريو سيك كربون النهاردة في جميع المواصلات عندنا النهاردة أو معظمها بتتعامل مع الوقود الاحفوري اللي هو البنزين أو الفيروسين أو حتى الغالي للطبيعي لكن النهاردة لا مصر تتحول إلى الأخضر عندنا منطقة السخنة المنطقة الاقتصادية الحرة للقياس السويس تعالى تم إنشاء مصانع وحاليا في مفورة إنتاجها عشان تموت بالسفن بالهيدروجين أو الأمونيا الخضرة بدلا من الوقود أو الاحفوري اللي هو تمثل في البترون ده شيء عظيم جدا لمصر عامدات فالنهاردة فيه خبر موجودين النهاردة فيه تبادل خبرات وتبادل أراء دي جال برضو فيه شركات بتحضر وبالتالي الكلام ده كله يقود بالخير إن شاء الله فاصلتا أن مصر تأخذف إلى أنتاج 8% من الانتاج العالمي في الهيدروجين والأمونيا الخضرة اللي هو منطقة قناة السويس إن شاء الله لمهود حاليا وبالتالي إن شاء الله يضر على المصر أرباح كبيرة جدا وحاولها فعلا بالأفضل بالشكل رائع دكتور علاء سؤال هام جدا ما هي أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم في تحقيق مدن ومجتمعات مستدامة وصديقة للبيئة وتحدث اتزان بيئي وأكبر النهاردة تحدي هو تغرب أكبر تحدي والتحدي الآخر يزيد السبتانية الكبيرة جدا لكن النهاردة تغير المناخ النهاردة حضرت المتوقعين من تغير المناخ المتوقعين على 2060 إنه يحصل سهل لتفاع كبير لمسطوب سطح البحر إذا استمر الغلايان العالمي اللي بنول علي حاليا عاصل الغلايان العالمي إذا استمر تسهل درجة حرارة وانتاج الوقود الاحفوري أو انتاج تشغيل مصارع بالوقود الاحفوري متباست لتفاع موطرول هترتفع درجة حرارة لو انتافع عن درجة حرارة بعد ذلك تحدي كبير جدا وانتاج بسطوط البحر ده يخلي أو هجرة للسكان من المناطق الساحلية أو المناطق الداخلية وده يبقى تحدي كبير جدا بجانب زياد السكان هذا من أكبر تحديات نقول عليه هو تغيرات المناخ أكبر تحدي والتحدي الآخر هو زيادة السكانية وعشان كده النهاردة السيد الرئيس مهتم هذا المنتدى لأن هذا يتحدث عن الحضر وعن البودل الذكية وعن البودل الاستراتيجية فده شيء عظيم جدا أنا بشايف أنه هو في وقته الصحيح نعم دكتور علاء النهر نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأولم المتحدة جزيلا شكرا لك